حذرت مصر من مخاطر فتح جبهة حرب جديدة في لبنان وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها قرية مجدل شمس بالجولان السوري المحتل بما قد يؤدي إلى انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة وفي بيان الوزارة الخارجية أكدت مصر على أهمية دعم لبنان وشعبه ومؤسساته وتجنيبه وإلات الحرب كما نشدت أقوى المؤثرة في المجتمع الدولي التدخل الفوري لتجنيب شعوب المنطقة المزيد من التبعات الكارثية لاتساع رقعة الصراع والتي قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين هذا وجددت مصر التحذير من مخاطر استمرار إسرائيل في حربها ضد قطاع غزة مطالبة بضرورة التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار في أسرع وقت وتمكين المجتمع الدولي من احتواء تدعيات الأزمة السلبية على الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة